بمناسبة شهر رمضان الكريم وأيضا بمناسبة الصوم الكبير لأشقاءنا المسيحيين كل عام وانتم طيبين جميعا أعداه الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات على حضور الكريم اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم في تقليد سنوي متجدد بسيدات مصر العظيمات هنواجه تحية إجلال وتقدير لكل مرأة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح سعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها فالمرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطائه ولعل احتفالنا اليوم هو محاولة لتسليط الدوق على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن باعتبارها المساهم والشريك المعطاء باختلاف وتنوع أدوارها فقد احتضنت وربت وتفوقت وأجادت وألهمت وقادت وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها مقدمة في سبيل رفعته وسلامته فلزت كبديها وزهرت عمرها فهي أم الشهيد الصابرة والزوجة الداعمة وقت الشدة والأخت الفاضلة والابنة التي تملأ الدنيا سعادة وبهجة متطلعة لبناء غد مشرق لبلادنا عظيمات مصر سيداتها وفتياتها لقد أكدت خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد من كل هوى إلا هوى الوطن فهي دمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية والسند ومنبع العطاء وقت المحن والدرع الواقية أمام محاولة النيل من عزيمة هذا الوطن